خلوني ابدأ معاكم بحاجة قلاني جدا ورعباني جدا ومخليها الفار يلعب في عبي مش بيلعب في عبي ده بيتمرجح وبيتفسح في عبي من النهاردة الصبح يا ايها المصريون جاءكم اللي ما بيهزرش جه اللي ما بيرحمش الاخ بكاري جسامة الحكم الدولي وطبعا كلكم عارفينه وحفظينه واريينه وشربينه ويعني عايش معانا بقالوا سنين طويلة واحد من اهم حكام القرى الافريقية واحد من كبار الحكام وما حدش يقدر ينكر وشارك تقريبا في اخر نسخ من بطولة كأس الامم الافريقية كلها وبيحكم اهم المباريات ونهائيات البطولات سواء المنتخبات او الاندية في القرى الافريقية ما حدش يتكلم المشكلة انه بكاري جسامة زبيت يعني ايه زبيت ولا حد يقدر يتكلم فيه ذمته المالية ولا كذا ولا الناس يبتكلم فيه راشا وابتاع ده كلام ده مرفوض رفضا باتا رفضا باتا انا بكلم انه زبيت يعني ايه يعني بيحب يجامل مهو مجامل بطبعه يعني فبيحب يميل بصفة عامة لاصحاب الارض حبش يزعلهم يعني حبش ينكد عليهم لكن باس قاعدة وصرفة وجمهور وملاعب ومش عارف ايه يوم ما ينف الاخر ييجي فرقة تانية وتكسبهم ما يصحش ففي بعض الحكام كده في بعض الحكام كده بيميلوا ودي الحقيقة سنة موجودة عند كتير من الحكام الافرقة من سنين من سنين عشان كده كنت تلاقي في مباريات حتى للاندية الافريقية حاجة غريبة جدا تلاقي مثلا الاهلي كان ييجي مثلا فرقة ضعيفة في المستوى تيجي هنا الاهلي يكسبها خمسة صفر الاهلي يروح هناك يتعدل بالعافية صفر صفر او حتى يمكن يتغلب واحد صفر مش هي نفس الفرقة هي هي اللي بتلعب والفرق اسبوع عشر تيام اه بس الفرق هنا ان في حكم بيجامل اصحاب الارض بقولك انها مجاملة ملاش علاقة خالص باي نوع من انواع الفساد المالي ولا كده فدي كانت موجودة نرجع بقى مرجوعنا للاخ بكاري جسامة وحقول لكم لي انا مرعوبه الان منه رغم انه بكاري جسامة كان سبب في واحدة من احلى فرحات الشعب المصري احلى لحظات الكرة المصرية بكاري جسامة لو تفتكروا هو اللي بيحك كان بيحك مطش مصر ويكونه في الفين نهاية الفين وسبعتاشر وهو اللي ادانا ضربت الجزاء بتاعت محمد صلاح في الدي ايه اربعة وتسعين الشهيرة اللي صعدنا بسببها الى كأس العالم في روسيا الفين وثمانتاشر بس المطش ده كان فين كان عندنا فكننا احنا اصحاب الارض كنا احنا البلد المستضيف والمنظم فبقول لكم هو ما بيحبش يمشي الجمهور بتنكد فلكن بكاري جسامة كمان هو اللي حكم لنا مباراة الافتتاح في البطولة دي احنا ونيجيريا مش عارف انتوا فاكرين ولا لا اول مطش خالص اللي هو اسوأ مطش العبناء في البطولة دي واللي خلنا نقلق جدا من منتخبنا كان مباراة مصر ونيجيريا بكاري جسامة هو اللي حكمها وهو اللي ما حسبش ضربة الجزاء اللي المفروض كانت تحسب بتاع نزيزو ايناما احنا ما كناش نستاهل ناخد ربع بونط من المطش بتاع نيجيريا بس الحق حق زيزو نزل وبيجري وفي منطرة الجزاء اللي عيب وقع وعليه من ظهره وشده من رجله كان مفروض الفار يندهله وهو يحسبها لكن مش مشكلة مش مشكلة قدر الله ما شاء فعل وربما الخير ان احنا ما تحسبت لناش عشان منتخبنا يفوق ويقدم الملحمة الرياضية اللي هو عاملها خصوصا من مباراتي كوديفور ثم مبارات المغرب تالت حاجة قلاني وهو طبعا كان اللي كان بيحكم مطش الاهلي والوداد في فينال الشامبينزليج في افريقيا اللي ودا تكسب هناك واحد صف وبرضو كان الجمعة ساعتها وعاملات بتعب بيعترضوا عليه وقالوا ان هو كان محزم الاهلي جدا وما كانش معانا يعني مهم تالت الاسباب اللي بخلاني الان هي الطريقة اللي تم اختيار بيها بكاري جسامة ليه بقى مبارح بعد الظهر تركزوا معايا في الطريقة رجع لي بقى رجع لي جسامة شوية كده وتعالي يا استاذ انس عشان ايه نحكي للناس الحكاية مبارح بعد الظهر انعقدت لجنة الحكام الافريقية هناك في الكاميرون الخاصة بطولة الامم عشان تختار حكام المباراتين بتوع السيمي فاينال مبارات الكاميرون ومصر ومبارات بوركينا فاسو والسنغال واحدة تتلاعب بكرة اللي هي بوركينا فاسو والسنغال ومصر وكاميرون ان شاء الله يوم الخميس فاكتبعت اللجنة مبارح عشان تشوف مين اللي تقم الحكام اللي هنا وطقم الحكام اللي هنا فيها حاجة دي فيها حاجة زي الفل عادي كده اجتمعوا وبعد مناقشات ومناقشات ومفاوضات حسبوا الامر بالنسبة لطقم الحكام بتاع بوركينا فاسو والسنغال طيب تمام الماتش التاني لا لسه شوية لسه شوية ازاي هنعمل مع بعض هم يحبوا بعض قالك لا لسه شوية والموضوع طول طول وقعد الاجتماع لساعات طويلة من الليل طول وكمان ايه اللي حصل في الاجتماع ان في مجموعة من لجنة الحكام في اللجنة المنظمة اقترحوا اسم الحكم الاكوادوري اسكوبار ده واحد من الحكام الاجانب اللي جاي كان بيحكم ما افش شفتوه كان بيحكم في بعض مباريات البطولة او لا ابيضاني وجرم كده حكم من اكوادور اسمه اسكوبار فقالوا نجيب الحكم الاكوادوري ده حكم محايد خالص من بره القارة لان ده مطش مهم ما بين البلد المنظم وما بين بلد كبير حامل لقب سبع مرات ويعتبر نهائي مبكر للبطولة فحيبقى ننظر كلها عليه فعشان نخلص من اي كلام نجيب الحكم الاكوادوري ده اسكوبار واحنا على اقل احنا جايبينه من بره عشان المطشط المهمة فتم الرفض رفضا قاطعا من اللجنة المنظمة قال لك مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا مخدوش البطول قال لك اسكوبار يروح طب ليه هو كده ما مستوى مش عجبنا فتم اقتراح من العظيم الجنوب افريقي فيكتور جوميز القصير ما تكون كده وقصير شوية بس عظمة في العدالة والنزاهة والشخصية والانصاف والتعامل مع اللاعبين والسيطرة على الملعب انا في رأيي ان هو احسن مدرب افريقي احسن حكم افريقي رأس فيكتور جوميز برضو قال لك لا طب ليه لا قال لك احسنى شايلون دون النهائي يعني ايه مدخرينه شايلون حاجة تهيلة وخلص الاجتماع مبارح دون خدوا بالكم النقطة دي خلص الاجتماع مبارح دون الاعلان عن اسماء طائم حكام مباراة مصر والكاميرون كيتم الاعلان خلاص عن المباراة الاولى بتاع السنغال وبرك نفسه وكل الناس عرفتها وقالت لك لسه المدولات قائمة مش عارفين نوصل لحل ونمنى مبارح بالليل واحنا مش عارفين من الحكم صحينا الصبح لقينا بكاري جسان فانا اخشى ان يكون امرا قد دبر بليل هل كل اللي عندي دي هلاوس ممكن هل كل اللي عندي دي تخوفات ممكن هل هي حقيقية ممكن الله اعلم بس في النهاية ده يخلينا نعمل ايه ده يخلينا نبقى كبعثة منتخبنا القومي تبقى عارفة كويس اوي كيفية التعامل مع الحكم بكاري جسامة وان لو فيه نية انه يحزم المطش او انه هو خدوا بالكو في ظل الفار مش حينفع يبقى فيه جرائم تحكمية فجة اوي 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 بس ممكن يعمل زي اللي عملوا الحكم السنغالي في مطشنا مع المغرب كان بيحجمنا وبيحزمنا واي فول علينا على حدود 18 اللي هي بيدي فرصة طول الوقت للمغرب ان يبقى لها فرص وعرضريات وكرات خطيرة على المربى ويمنع ان احنا نعرف نطلع بالكرة برا منطقتنا وما حدش يقدر نمسك عليه حاجة فانا اخشى ان ده يحصل فعشان كده لازم من دلوقتي جزء من التدريب الذهني اللي هيعملوا كيروش واق الجمعة وعصام الحضري وطبعا واق الجمعة وعصام الحضري بالذات اشتغلوا كتير في افراقيا ولعبوا كتير في افراقيا وشافوا كتير من حكم افراقيا فهم اقدر الناس على ان هم يقولوا للعيبة ازاي نتصرف لو لقينا حكم بيعمل كذا او حكم بيعمل كذا او حكم بيعمل كذا والاكيد ان احنا مش عايزين نحتك مع الحكم لان اسهل حاجة انه يدينا انذارات وطرد وبتاعه يبقى عدالعيب اللعيبة بتاعترض وتحتاج وبتطول ايديها وبتاعه ويمنفعش فبالتالي لازم في حكمة وحنكة في التعامل مع المباراة ولازم يبقى في سن الضغط في سن الضغط من بقاثتنا هناك مع اللجنة المنظمة على فكرة انتوا ليه اخترتوا بكاري جسامة بالذات وليه ما تمش الاعلان عن كذا وكذا عشان يحسسوا بكاري جسامة نفسه ان احنا قلقانين فلو هو نازل يخدم اوي الكاميرون لا ما يخدمش اوي يخدم نص ونص وانا بقول لكم طول ما الكورة في الملعب انا واثق جدا في فرقتنا لكن ما ينفعش نلاعب البلد المنظم والجمهور والصاحب الارض والحكم لا بقى الرحمة وانا هعارب لوحدي على رأي اللمبي فارجو ارجو ان بعثتنا تبقى وعية للكلام ده وتتعمل في حكمة دون ان تعادي بكاري جسامة من دلوقتي مش عايزين معاداة وكمان مش عايزين استسلام نبقى مفتحين ووعيين نمارس ضغطا زي اللي بيعملوه اخواتنا العبقرة في شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر عبقرة في الحكاة دي بيمرسوا الضغط المعناوي والنفسي بشكل ممتاز بحيث ان هم بيعرفوا يوصلوا اللي هم عاوزينه فارجو ان احنا نكون بنعرف نعمل كده كمان علشان ما نضيعش المجهود الكبير والرحلة الكبيرة اللي احنا عملناها في كاس افريقيا دي بسبب خطأ او اتنين او تفاصيل صغيرة لكن لو احنا خسرنا بسبب ان الكاميرون كتا احسن مننا ولا حاجة وحنحط لسنف بقنا ونقول مبروك للكاميرونيين وهارد لك لمنتخبنا ومع ذلك احنا راضين جدا عن المرحلة اللي وصل لها منتخبنا